التحول تدريجي نحو الطاقة النظيفة خطوتهم فأليتهم بدأت بها جامعة الموصل عبر سعيها لإنشاء أكبر محطة للألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بعيدا عن الشبكة الوطنية على مساحة تبلغ أكثر من 200 ألف متر مربع في الحرم الجامعي خاصصت جامعة الموصل أرضا لإنشاء حقول ألواح الطاقة الشمسية فضلا عن استغلال أسطح مباني الجامعة ضمن مدة زمنية قدرت بعامين ونصف ليبصر المشروع النور استطعنا بجهود كبيرة جدا يمتدد على مدى أكثر من سنتين من إقناع الجانب الألماني بتمويل أكبر محطة للطاقة الشمسية في مؤسسة تعليمية وإن شاء الله قريبا سيلغى الكهرباء من جامعة الموصل وتتحول كل شيء في جامعة الموصل إلى الطاقة الشمسية 20 ميجاوات من الكهرباء هي الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة بجامعة الموصل التي ستغذي الجامعة بالكامل وتحول الفائضة منها إلى المدينة ضمن خطة التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة العالم كله الآن يتجهل الطاقة النظيفة الهدف هو خلق بيئة أو خلق أجواء صديقة للبيئة داخل حرم الجامع يعني تكون منطلق لكل مدينة الموصل ومحافظة نينوة أن تكون مثال يحتذبها في باقي الدوائر الهدف هو التقليل على الشبكة الوطنية في استهلاك الطاقة المشروع سينفذ بتمويل ألماني مباشر بكلفة إجمالية تفوق 20 مليون يورو دون تحمل الحكومة العراقية أي مبالغ مالية فضلا عن تقديم الحكومة الألمانية الاستشارة لحين الانتهاء من المشروع قاسم الزيدي يو تي في الموصل